الاستخبارات الروسية تعلنها السعودية شاركت في الغارات الاخيرة على اليمن والحوثيون يجبرون سفنة بريطانية على تغيير مسارها بينما واشنطن تعلن عن اقتراب ساعة الصفر في جنوب لبنان وللمرة الاولى النيتنياهو يقر بمسؤوليته عن حادثة تفجير اجهزة البيتجر في لبنان والجيش اللبناني يرسل خمسة الاف جنديا من اجل السيطرة على الجنوب وتل ابيب تدرس مسودة وقف اطلاق النار في لبنان بعد ضغوطات روسية والنيتنياهو يتفق مع ترامب على ايران وتل ابيب تعلن عن تقسيم القطاع الى نصفين وزيلنسكي يحاول اطلاف دلائل فساده قبل ولاية ترامب وزارة الدفاع الامريكية تسابق الزمن لارسال اخر دفعة من المساعدة لكياذ ومستشار ترامب يحدد الية اكثر فعيلية للتواصل مع بوتين غير العقوبات وميدفيداف يسخر من حكام اوروبا بسبب ترامب بينما حلف الناتو يواجه شبح انسحاب امريكا من الحلف الرهان الخاسر التحالف الامريكي البريطاني يضرب ويضرب ولكن دون جدوى فتضاريس اليمن وجباله اصبحت هي الدرع الحصين للحوثيين وبعد تلك الغارة التي شنت القوات الامريكية والبريطانية على صنعاء افادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية يو كي ام تي او بان سفينة تجارية قرب اليمن تلقت امرا بتغيير مسارها من قبل جهة عرفت عن نفسها بانها السلطة اليمنية ما يشير الى ان الغارة الامريكية البريطانية عن صنعاء لم تؤثر على موقف حركة انصار له الحوثيين في الصراع وذلك حسب ما نقلته وكالة رايترز فهل سيكون الحوثيون هم الكارت الرابح الذي سيغير موازين القوى في الحرب على القطاع ننتظر منكم الاجابة في السياق نفسه كشفت صور اقبار الصناعية عن مشاركة سعودية في الهجمات الاخيرة على اليمن حيث اثرت الصور طائرة امريكية من طراز بوينج بي ثمانية اي المتخصصة بالاستطلاع البحرية وهي تعود الى قواعدة في السعودية بعد تنفيذها عمليات فوق البحر الاحمر وكانت الطائرة قد شاركت في سلسلة غارات شنت طائرة امريكية وبريطانية على مناطق يمنية بما فيها العاصمة صنعاء وبحافظة عمران هذا واثارت هذه المشاركة ردود فعل غاضبة في الاوساط اليمنية وسط دعوات للرد معتبرين ذلك خرقا لاتفاق التهدئة المستمر منذ سنوات بين السعودية واليمن وذلك حسب ما نقلته رايترز في سياق اخر وصف رئيس المجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية المقيمة في الرياض رشاد العليمي حادث تحييد ضابطين سعوديين في سي اون بحضر موت بالعمل التخريبي وامر بالقبض على الجاني وبدء بالتحقيقات ووفق لبيان التحالف بقيادة السعودية فان الاعتداء الذي اسفر عن تحييد جنديين واصابة اخرى وقع في معسكر تابع للتحالف في سي اون ونفذه احد منتسب وزارة الدفاع اليمانية وذلك وفق ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط ومن له بالساحة اليمنية الى الجبهة اللبنانية العبرية حيث اعلن وزير الدفاع العبرية يسرائيل كاتس ان تل ابيب تعتبر انها انهزمت الفصائل اللبنانية وان الهدف الحالي هو تغيير الوضع الامني في لبنان واشر الى ان الاستراتيجية الجديدة تركز على تحقيق استقرار امني طويل الامد مؤكدا ان تل ابيب ستوصل اتخاذ اجراءة وقائية لرضع اي تهديد من جانب الفصائل اللبنانية وذلك حسب تصريحه وفي المقابل اعلنت الفصائل اللبنانية انها شنت هجوما جويا باستخدام سرب من الطائرات المسيرة استهدف تجمعا للقوات العبرية في مستوطنات افي فيم مؤكدا ان الهجوم اصاب الهدف بدقة وذلك وفق ما نشرته قناة الغد الاخبارية في سياق اخر اعترفت تل ابيب بشكل ضمني بمسؤوليتها عن تفجير اجهزة نداء الالي البيجر والتي تستخدمها الفصائل اللبنانية ومن جهتها اشار رئيس الوزراء العبري النيتين اياهو الى ان بعض المسؤولين في جهاز الامن العبري كانوا قد ابدوا اعتراضهم على هذه العملية لكنه تحمل المسؤولية مما يعد تأكيدا غير مباشر على مسؤولية تل ابيب على الاحداث وذلك وفق ما نشرته البي بي سي من جهة اخرى اعلن لبنان عن خطته لتعزيز وجود الجيش في الجنوب وذلك عبر ارسال خمسة الاف جندي اضافي لدعم حوالي اربعة الاف وخمسمائة جندي موجودين بالفعل في المنطقة وذلك بهدف مواجهة التصعيد العبري المستمر من جهته اكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بحبيب خلال اجتماع في الرياض على ضرورة وقف اطلاق النار فورا وتطبيق قرار مجلس الامن رقم سبعة عشر سفر واحد لضمان ان تكون السلطة الوحيدة في جنوب الليطاني هي الحكومة اللبنانية وعودة النازحين وكما شدد على تمسك لبنان بدور قوات اليونيفل ورفض اي اعتداء عليها معتبرا ان الانتزام بالقرار سبعة عشر صفر واحد افضل من استمرار الحرب هذا وقد ذكرت القناة الثانية عشر العبرية ان تنابيب تدرس حاليا امكانية وقف اطلاق نار مؤقت في لبنان وسط جهود دبلوماسية مكثفة مع الولايات المتحدة وروسيا وضغط امريكي لتهدئة الاوضاع وقد زار وزير الشؤون الاستراتيجية العبرية واشنطن لبحث تفاصيل التسوية بينما تتبين الاراء داخل المجلس الوزاري العبري بين تأييد لتصعيد ودعوات للتسوية تأتي هذه التطورات وسط مخاوف عبرية من قرار وشيك لمجلس الامن قد يقيد حرية الجيش العبرية خاصة مع تزايد الضغط الامريكي وتوقع استمرار هذا الضغط مع تولي دونالد ترامب الرئاسة فيما ذكرت وسائل اعلام عبرية ان الجيش العبري خطط للانسحاب من جنوب لبنان الى خط الحدود الدولية كجزء من الاتفاق المحتمل من جهتها افادت صحيفة يادعوت احرانوت بانتال ابيب والولايات المتحدة ولبنان تبادل موسودة اتفاق لوقف اطلاق النار حيث يتضمن الاتفاق المقترح بنودا تهدف الى ضمان الهدوء على الحدود وتقييد الانشيطة العسكرية المتبادلة من لهي بالساحة اللبنانية الى الجبهة الايرانية العبرية المشتعلة حيث قال رئيس الوزراء العبري نيتنياهو انه تحدث ثلاث مرات مع الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في الايام الاخيرة لتعزيز التحالف بين تل ابيب والولايات المتحدة واضف ان المحادثات تناولت التهديد الايراني والفرص المتاحة لتعزيز السلام من التهديد الايراني لتل ابيب تأخذنا التطورات الى اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية حيث ذكرت صحيفة يادعوت احرانوت ان الجيش العبري والسعام يمرنت سريم وسط القطاع ما يعزز من وجوده العسكري هناك ويفصل شمال القطاع عن جنوبه يتحكم في حركة المرور بينهما وقد وسع الجيش العبري منطقة سيطرته الى ستة وخمسين كيلو مترا مربعا مع زيادة الحماية وانشاء بنية تحتية عسكرية تشمل ابرج مراقبة وخطوط مياه واتصالات هذا وتأتي هذه الخطوة في ظل تعثر محادثات تهدئة وصفقة تبدل المحتجزين مع الحركة الفلسطينية حيث يهدف الجيش العبري الى منع عودة مقتل الفصائل من الجنوب الى الشمال لتأمين المناطق القريبة من المستوطنات وذلك نقلا عن رويترز لنترك الاوضاع في الشرق الاوسط ولننتقل الى كواليس حرب روسيا ضد اوكرانيا والغرب زيلنسكي وصدمة ترامب يبدو ان خبر فوز دونالد ترامب بالرئاسة الامريكية افجع زيلنسكي اكثر من الديمقراطيين انفسهم حيث اكد فلوديمير روغوف رئيس لجنة الغرفة الاجتماعية الروسية لشؤون السيادة ان حاشية الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي بدأت باتلف وثائقات تعلق بواردات الاسلحة والاموال لنظام كياب بهدف اخفاء الادلة عن قضايا الفساد والاختلاص وقال روغوف ان المسؤولين الاوكرانيين يقومون بذلك بالتنسيق مع شخصيات امريكية من حلف الناتو متوقعا ان هذه الخطوة تأتي استعدادا والاحتمال قيام الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بمراجعة الدعم العسكري والمالي المقدم الى اوكرانيا وذلك وفق ما نشرته وكالة نوفوستي في السياق نفسه اكد مستشار الامن القومي الامريكي جيك سيلوفان ان ادارة الرئيس الجو بايدن تخطط لارسال مبلغ ستة مليارات دولار المتبقية من المساعدات المخصصة لاوكرانيا وذلك قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير وفي مقابلة مع اوضح سيلوفان ان بايدن ملتزم بانفاق كل الموارد التي خصصها الكونغرس لدعم اوكرانيا واعتبر ان الانسحاب من دعم اوكرانيا قد يؤدي الى عدم استقرار اكبر في اوروبا مشددا على ان بايدن سيحاول حث الكونغرس والادارة المقبلة على مواصلة الدعم المستمر لاوكرانيا وعلى صعيد اخر يرى كيت كيلوغ مستشار دونالد ترامب ان التواصل الشخصي هو الطريقة الاكثر فعالية لحل القضايا مع روسيا متجاوزا القوة والعقوبات هذا وكما اشار كيلوغ الى اهمية بدء العلاقات بتواصل مباشر بين القضا مبررا تجربته السابقة في اعداد خطة لتجميد النزاع الاوكراني ويأتي ذلك وسط استعداد ترامب وبوتين للتواصل حيث عبر بوتين عن اهتمامه بتحسين العلاقات لانهاء الازمة الاوكرانية في سياق الاخر ساخر ديمتري مذفيداف نائب رئيس مجلس الامن الروسي من حكام اوروبا الذين اتهموا ترامب سابقا بالعملة لروسيا قائنا انهم يتسابقون الان لكسب وده واضاف في منسور على منصة اكس ان هؤلاء السياسيين يظهرون فزعا وسعيا للتقرب من سيدهم الجديد وذلك حسب تصريحه هذا وقد ذكرت صحيفة بوليتيكوان الرئيس المنتخبى دونالد ترامب قد يسعى الى سحب الولايات المتحدة من حلف الناتو متجاوزا الكونغرس ومستندا الى صحلحياته في السياسة الخارجية ورغم وجود قانون يلزم موافقة الكونغرس على مغادرة الحلف يرى الخبراء ان ترامب قد يتجاهله خاصة مع دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ويذكر ان ترامب ناقش هذا الخيار سابقا بينما توقع مستشاره السابق جون بولتان انه سينفذ ذلك اذا فاز مجددا اشتركوا في القناة